اغنى عائلة على الارض تعرف ايه هو حجم صروة الاسعود لما تكون شخص غني بديهيا انت ممكن تتصرف مع اي حاجة بشكل مختلف ما تمشيش مثلا على الارض من غير سجاد او ما يعجبكش انك تتحرك على سللم كهربية تكون اقل لمعا من الدهب عندك مثلا ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز في مرة سافر معه 1500 شخص وحوالي 1764 رطل من الاكل بخلاف طبعا كميات مش قليلة من السجاد وده كان فقول زياراته الى روسيا سنة 2017 ماهو غاني بقى يصرف على الاكل اللبس الفسح بشكل غير عادي تعرف ان صروة العائلة الملكة السعودية بتكون اكتر من حوالي 1 تريليون دولار وده يخليها اغنى عائلة ملكية على وجه الارض ولو مش مصدق كورين هيسيد بال88 مليون دولار لصروة العائلة الملكة في بريطانيا عشان تعرف الفرق ساعتها فهتلاقي السعودية اللي كسبانا كده كده الاول كده خلينا اقولك ان بتتكون اسرة الى سعود الضخمة من 15 الف امير ومصدر دخل الاسرة الرئيسي لهم هي شركة ارامكو واللي بتملك حكومة السعودية منها حوالي 98% وبتتحكم في الكمية الكبيرة من احتياطيات النفط في شبه الجزيرة العربية لك ان تتخيل ان قيمتها اصلا 2 تريليون دولار تقريبا وده يخليها الشركة الاكتر قيمة في العالم عندك بقى افراد هالد الى سعود الملكة عيشة في عز ما وردش على حد يعني هتلاقي الالاف من الامراء السعوديين عايشين حياتهم بعيدة عن المملكة في فرنسا مثلا ولا في الاجازة بيروحوا يقعدوا شوية في اسبانيا وليه لا يعني ما هم عندهم اصول في فرنسا وحسابات في بونوكس واسرة واهم اليخوت في العالم تعرف ان صروة الملك سلمان الشخصية كانت بتقدر ب17 مليار دولار استنى بس لو انت انفكر ان هو الاغنى بين العيلة الملكية خلينا اصدمك ان الامير الوليد بن طلال صروته بتكون 28 مليار دولار محمد بن سلمان ولي العهد فمرة صرف يجي 500 مليون دولار على الياخد و300 مليون دولار على قصر فرنسي و450 مليون دولار على لوحة ليوناردو ديفنشي شوية فكة يعني بالنسباله وقال محمد بن سلمان ان جزء كبير من صروته بيروح للاعمال الخيرية يعني 51% عن الناس و49% عن نفسه وهو اصلا ابن عز ابن عيلة ملكية غنية وعنده فلوس فعلشان كده بيصرف عادي اصدمه اكتر محمد بن سلمان عنده اغنبيت في العالم وده بعد ما اشرى اصر لويس الرابع عشر في فرنسا سنة 2015 با اكتر من 300 مليون دولار بيتميز بيته بقى بنفرته المكسية بالذهب وتماثيله الرخامية وجننته مساحتها 57 فدان مش بس كده الملك سلمان عنده بنتين كبار في لندن وابن الامير سلطان بن سلمان اشترى طيارة بوينج تكلفتها بتكون اكتر من 100 مليون دولار وفيه كتاب اسمه الدم والنفط بيقولك ان كان فيه جزيرة في المالديف هي تعاملت عشان بتعتبر من الاماكن الغالية الجزيرة بقى شهدت على احتفال سنة 2015 كان من نوع مختلف محمد بن سلمان عزم يجي 20 راجل و150 بنت جميلة من البرازيل وروسيا الجزيرة اجرها محمد سلمان لنفسه والحفلة كلفت 50 مليون دولار وده كله بجانب الاكرامية الاكتر من 300 موظف في المنتجع وكل واحد خد يجي 1000 دولار محدش كان يعرف الموضوع ده علشان محدش يجي يقول ولي العهد بيصرف ببزخ لدرجة منع التصوير وخلى معاه تليفون نوكيا وصرف الفلوس وانبسط عادي جدا بزمتك ده ما يخليش العيلة السعودية من اغلى العائلات في العالم خلينا اقولك ان بين افراد العيلة الملكية اختلافات كتير فهتلاقي الامراء الصغيرين عايشين في اصور حديثة بيركبوا عربيات رينجروفر بدل لمبورجيني السبب ده ان عدد العيلة بيزيد الملك السعودة عنده الواحد و 53 ابن وعدد الاقارب للعيلة يجي 5000 شخص وده يخلي الخلافات اكتر عشان الفلوس هتتوزع على افراد كتير لكن ده ما يمنعش ان العيلة الملكة السعودية من اغلى العائلات على وجه الارد لو عجبتك الحكاية شير كتير مع صحابك واستنونا في حكاية جديدة من حكاية عن مصر اشتركوا في القناة